شكل عام ضروري جداً أنه نحن ننتبه على تغذية الأشخاص من عمر الصغر دائماً نحن نركز على الغذاء الصحيح وخاصة بفترة النمو وخاصة أول ألف يوم هدول بأول ألف يوم بيصير في عندي نمو كتير كبير للعقل عند الطفل حجم الجسم عند الطفل بيضاعف ثلاثة أضعاف العقل بنمو بنسبة كتير عالية فهون عن جد بيكون في عندي فترة أو ذروة في النمو فهون عن جد لازم أركز على تغذية الأطفال طبعاً ما بعد هدول الأول ألف يوم كمان لازم أستمر في التركيز على إعطاء الأطفال الاحتياجات اليومية الغذائية إن كان من الكالسيوم إن كان من الفيتاميندال إن كان حتى عند كبار السن كمان احتياجاتنا بتزيد فهون عن جد بنركز على أن العديد من الأشخاص للأسف عم نسمع جديد أنه أنا ما بحب طعم الحليب أو ما بشرب حليب أو ما باخد كميات الكافية من الحليب ما بيحبوه أصلاً حتى ما بتحبه كل أشكاله وألوانه صح صح علماً بأن الحليب هو يعتبر أساسي صبح كنا بفقر الدنيا يدنيا عم نحكي عن هشاشة العظام والمعدل للإصابة بها هشاشة العظام طبعاً بأميركا لأن احنا بناخد الـ WHO هو تقريباً 40% من الرجال عندهم هشاشة و 47% من النساء عم بعانوا من هشاشة العظام سبب الرئيسي بعود لتغذية الجسم وخاصة من ناحية الكالسيوم الفيتاميندال احتياجاتنا اليومية للحليب وأخذنا لإلها من الصغر وحتى الكبر فهذا الإشي يعتبر بنائي أنا ببني الجسم بطريقة صحيحة لحتى أستمر بصحة الجسم بالطريقة الصحيحة فهي عمر بيبلش هشاشة العظام تظهر؟ بيختلف ولكن عادة عند النساء بعد سن الأمل بنشوف بيبلش بتظهر عراض هشاشة العظام وفي ناس قبل حتى إذا التغذية كانت سيئة ممكن يكون في عندي قبل حتى بلوغ سن الأمل ممكن يظهر عندي مشاكل هشاشة العظام طيب الأطفال شو احتياجاتهم؟ خلينا نحكي لحنا الأطفال لما يبلشوا يشربوا حليب البودرة مثلاً تمام أوقات أنا مثلاً بفضل حليب البودرة أنه بكون مدعم يعني إحنا لما نيجي الأولاء أو الأطفال بعد سن السنة بصير بنقدر ندخل لهم نحنا أنواع حليب صح بس منفضل يكون الحليب البودرة اللي بندخله حليب مدعم مظبوط إيش الأشياء والفيتامينات اللي مفروض يكون فيها مدعم عشان أنا أختار الحليب اللي لازم أطعميه أو أشربه طفلي دائماً إحنا أول نحكي دائماً أنه إحنا في أول فترة من حياة الطفل لازم نركز على الحليب والرضاعة الطبيعية لمدة سنتين إذا ما قدرنا ناخد رضاعة طبيعية فبنقدر نعطي الحليب المكمل الصناعي اللي بيكون مشابه لحليب الأم ولكن طبعاً لا يقارن بحليب الأم هذا الشيء أساسي بعد هيك نحنا بنلجأ للحليب البقري بعد عمر سنتين إلى ثلاثة سنوات الدراسات الآن الجديدة عم تحكي ثلاث سنوات بيصير جسم الطفل قادر أنه ياخد الحليب البقري ويستوعبوا به الطريقة الصحيحة يفضل إحنا لما بناخد الحليب البقري أولاً احتياجات الأطفال بتكون من الكالسيوم 1.2 جرام يومياً 1200 مالي جرام من الكالسيوم يومياً هذه الاحتياجات نحنا بنغطيها بثلاثة أكواب من الحليب إلى أربع أكواب من الحليب في بعض من الحالات بنقول ما هو الطفل بياخد لبنة بياخد لبنة بياخد لبن فممكن يعطي هدول على الأقل حصة واحدة من احتياجاتنا من الكالسيوم فإحنا بنصير بنركز على ثلاث حصص يومية من الحليب طبعاً يفضل أنه هاي الحصص تكون موزعة لأنه الجسم غير قادر على امتصاص أكثر من 500 مالي جرام من الكالسيوم على كل وجبة فحتى إذا بدي أعطي طفل الطفل الحليب مفروض أنه نحنا نباعد ما بين وجبات الحليب اللي الطفل عم بياخدها كوب على سبيل المثال بعد وجبة الفطور أو قبل وجبة الفطور كوب على وجبة السناك ما بين الفطور ووجبة الغدى مع حبة فاكه على سبيل المثال وكوب المساء خاصة أنه الحليب بيحتوي على الأحماض الأمينية لتربتوفان اللي بتساعد على استرخاء العضلات والنوم بطريقة أفضل عشان هيك منشوف الطفل الأول ما يخلص الردعة بيخفى لأنه فيه تربتوفان الأحماض الأميني اللي بيساعد على استرخاء العضلات عشان هيك برضو الناس اللي بيجيهم أرقبوا لك اشرب كاسة حليب دافي ونامي برافو عالياً بيخلي الإنسان يسترخ ويقدر إلينا طيب أنا لازم نحكي لكم اليوم عن حليب المراعي تحديداً عندنا الحليب المجفف من المراعي هو كامل الدسم طبعاً حليب مدعم بالفايتامينز بالمعادن اللي بتساهم بالحفاظ على عظام وأسنان قوية هلأ كوبين من حليب المراعي يعني هذا الحليب نفسه لما أعمل أنا منه كوبين الخمسمائة أم أل هدول بيكون فيهم 70% من احتياجك اليومي من الكالسيوم بعطينا 70% من احتياجات طفلي أو احتياجي أنا من الكالسيوم 80% من احتياجنا اليومي لفايتامين A 40% من احتياجنا اليومي لفايتامين C و50% من احتياجنا اليومي لفايتامين D و36% من احتياجنا اليومي للحديد وهذا كله يساهم أنه يحافظ على صحة العظام الأسنان الشعر وكمان رؤية سليمة ومعاء وكمان مناعة مهمة والحليب على فكرة له كثير أثر في المناعة حكينا أكثر كيف يساهم الحليب بأنه يعطينا مناعة وإحنا هلأ في أحواج فترة يعني للمناعة معك روان هلأ بتعرف أنت حكيتي نقاط مهمة واللي هي الحليب المدعم بالفيتامينات والمعادل اللي كنا عم نحكي عنه قبل ناحية هشاشة العظام أنه نحنا صحيح عم ناخد الحليب اللي بيحتوي على الكلس ولكن الكالسيوم بيحتاج لفيتامين دي لحتى يتكدس هذا الكالسيوم والفيتامين دي بالعظام فالتنين بيأثروا بامتصاصهم على بعض هاي أول نقطة فعشان أنا قادر أمتصل الكالسيوم بالطريقة الصحيحة أنا بحتاج لفيتامين دال معظم الأنواع الحليب اللي موجودة بالأسواق مش مدعمة بالفيتامين دال وللأسف إحنا أجسامنا غير قادر على امتصاص الفيتامين دي بطريقة صحيحة عشان هيك بنشوف عنا شائع جداً نقص الفيتامين دال أغلب الناس عندها علبة الفيتامين هاي بزهر 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 وبتعرفي هون الصح يعني برافو إنه نحن عم ناخد المكمل الغذائي عم ناخد البدائل المدعمة بالفيتامين دال ولكن وين المشكلة بتكمن؟ الأشخاص اللي ما بتاخد لا الحليب المدعم بالفيتامين دي ولا حتى المكمل الغذائي ولا بطلعوا بالشمس بالضبط فهي نقطة أساسية إنه يفضل إنه يكون الأغذية نحن عم نتناولها مدعمة بالفيتامين دال لأنه أجسامنا غير قادر على امتصاص الفيتامين دي بالطريقة الصحيحة أولاً ونادر الأغذية اللي فيها نسب جيدة من الفيتامين دي وتالتاً إنه نحن احتياجات أجسامنا للكالسيوم الفيتامين دي بيساعدوا بعض على الامتصاص وتكدس المعادن بالعظام شغلة تانية أساسية بالنسبة للمناعة واللي هو الحديد الحديد عنصر أساسي لتقوية المناعة بالجسم وبناءها بالطريقة الصحيحة وقدرة المناعة على التخلص من الأجسام الفورن أو الغريبة للجسم والتخلص منها بالطريقة الصحيحة كمان شغلة أساسية إنه إحنا عنا نقص الحديد شائع جداً بين الأطفال وكبار السن تعرف إنه فيه دراسة عملت من قبل السترتيستيكس تبعت وزارة الصحة الجديدة بتثبت إنه واحد من كل ثلاثة أطفال بالأردن بعاني من نقص في الحديد أنا لسه بتعرفي لأيي بدي أقول لك لأنه كثير للأسف من الأهالي عم بيحملوا شرم الحليب شرب الحليب أنا كثير ناسب أعرفهم إنه آه لا ما بيشربوا حليب ما بيحبوا الحليب حتى الأم بتنسى تعطي ابنها حليب مع أنه حتى بالأعمار الكبيرة يعني أولادنا حتى لما يكونوا ستة وسبعة وثمانية سنين هم بأحوش فترة للحليب إعظامهم، إسنانهم، شعرهم، ناعتهم صحيح فهذا أنا كثيراً ألاحظ أنه لا يشربوا حليب صحيح هذه مشكلة كبيرة هو لسه بترفيق زمان وإحنا صغار كان لازم كاستل لبن، الحليب اللبن زي المصريين الحليب الصبح والحليب بالليل هذه كانت أساسية لنا هلأ ما بيشوف أنه ناس كثير عم بيحب شوفي روان، لازم شغلة أساسية نركز عليها وهو أنه نحن الجسم عنده قدرة على بناء العظام وتكدس الكالسيوم والفيتامين دي بالعظام لحديث عمر معين بعد هذا العمر ببلش عندي البيك بون ماس نحن بنسمي اللي هو أنا عم ببني 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 بالعظام والفيتامين دي وتكدس الكالسيوم بالجسم لحديث عمر معين صحيح بعد هذا العمر المعين الجسم ببطل يقدر يخزن ولكن بيصير في عندي دي منراليزيشن بتبلش المعادن تطلع من العظام ولكن أنا بطريقة تغذيتي بطريقة إذ أخذ الحليب والفيتامين دي والكالسيوم بالطريقة الصحيحة بقدر إني إما أزيد من هذا المنحدر أو أخفف من حصوله فهون نحن نركز على أنه نحن ثلاث أكواب يوميا من الحليب احتياجاتنا هي أربع حصص ممكن حصة إلا حسين ناخدهم من الألبان والأجبان ولكن الحليب يعتبر عنصر أساسي لكبار السن ما بعد عمر التسعة التسعة وخمسين للرجال خمس وخمسين للنساء تزيد احتياجاتنا من الكالسيوم فهون لازم نركز للحماية من حشاشة العظام والأطفال أساسي هذا ما فيها أخذوا عطا يعني كل الأطفال إن شاء الله لازم يأخذوا حليب طيب نتشكرك رندي كتير على المعلومات القيمة شكرا نتمنى لك بقية نهار سعيدة شكرا كتير يا روان شكرا كتير على المعلومات القيمة